اشتركوا في القناة ثورة 11 من فبراير التي سميت اعلمين بهذا الشكل وسميت سياسيا بسلوب دولي ضمن موجة كبيرة جدا نكف اليوم في الذكرى 11 11 فبراير نتحدث عن ما هو حقيقة 11 فبراير 2011 في اليمن وهل هي بالفعل كما توصف اعلمين بأنها ثورة ام هل هي في الواقع هناك توصيف او توصيف ادك لهذا الحدث الكبير الذي مثل منعطف في تاريخ اليمن والذي ادى الى متائك كارثية والذي يعد احد اهم صور او حلقات الربيع العربي في هذه الحلقة سنقف على هذه الذكرى في ظل قراءة متعمكة او قراءة اكثر دقة في الوقوف على هذا الحدث على ارخاصاته على خلفيةه على ابعاده نتحدث اليوم عن ما هي الحال الربيع العربي ما هي حقيقته هل هناك ثورة ام هي فوضى ام هو تمرد ام هي حرب خارجية ام هي مؤامرة ام هي خديعة تتعدد المصطلحات والمسميات وفق الموقف كل من الطرف من هذا الحدث لكن في الواقع هناك هناك من المؤكد عند تتبع الجذر التاريخي والارهاصات والدلالات سنجد هناك حقيقة او هناك اجابة اكثر توصيفا وبذلكة لحقيقة ما حدث هل هذا الحدث كان وطنيا كما يدعي الاخوان المسلمين او المحتجين الذين بقوا هناك او حملة المشروع ام هو حدث اجنبي وهذا النقطة مهمة جدا الوقوف عليها يعني عندما نتحدث عن حقيقة شيء او مدى مشروعيته او مدى توصيفه تشخيصه في الاساس نكون نكف عند الجذر التكويني له ما هو في الاساس وهل كان صادقا هذا اليوم هل كان وطنيا ثائرا صادقا يسعى للتغيير الايجابي هل كان هذا التوجهات صادقا ام كانت كاذبة وهل كانت هناك ثورة في الاساس او هل كان لم يكن هناك ثورة وكان هناك ثوار ام يكن هناك ثوار ولم يكن هناك ثورة سنحاول ان نكف في هذه الذكرة حول مختلف اليوانب والشواهد والرصد لن نكف فقط على 11 فبراير كيوم عابر في تلك الحقبة في تلك الموقع الجغرافي في اليمن تحديدا بس نتحدث عليها بصورة اكبر وهذا مثلا نكشوفي حال هذه الحلقة حاكب هذا الفاصل اذا اليوم نكف على الذكرى 11 وهناك واقع او تراكمات او منتائج مأساوية وكارثية بدرجة غير مسبوكة في اي فعل عربي معاصر هناك مئات المليارات وترليونات الخسائر الاقتصادية هناك ملايين اللاجئين السياسيين في كافة صور احتجاجات او حركات الربيع العربي او احداث الربيع العربي في كافة العواصل العربية سواء في مصر او في ليبيا او في تونس او في اليمن او في سوريا او في البحرين او ما لذلك وكل مخلفات هذا الحدث كانت مخلفات سلبوية باجماع وبحكم الواقع لكن نبقى في طبيعة ما حدث مع هذه الاحتجاجات التي خارجت والتي ارتدت في الباب الثورة وتوسمت بعناوين الثورة ايضا والتي تحدثت عن التغيير وتحدثت باسم الشباب ثم تساعدت الازمة في مختلف مناعيها في مختلف ملفاتها الى هذا الوضع الدولي والاقليمي والوطني في كل من التجارب الستة التي نتحدث عنها في الى هذا المصير الكائرتي نكف عليه نكف عليه بمنتهى الوضوح لكن هذا الذي وصف اجمالا بثورات الربيع العربي يعني هو حدث حاليا عندما نتأمل بالنظرة تجريدية بان هناك حركة احتجاجات انطلقت في تونس ثم انتشرت بصورة سريعة غير مبررة او مفسرة عمليا وفق العنوان بانه عمل تلكائي شعبي الى مصر ثم الى سوريا ثم الى اليمن ثم الى ليبيا ثم الى البحرين ثم الى بقية الدول التي تستهدفها لهذا الربيع وهي دول كاف جميعها دول ذات نظام جمهوري باستثناء البحرين التي طبعا لم يستمر فيها الربيع وهي دول تحررت من الاستمرار الغربي ولم يستهدف هذه الموجة اي من الدول التي لم تتحرر يوم الاستمرار الغربي وهذا ايضا له دلالة ايضا انه عندما يكون هذا الربيع ينطلق في هذه الانفلونزا السريعة ونظرية الدمينو السريعة التي ينطلق من تونس الى القاهرة الى صنعاء الى تمشكا الى المنامة الى طرابلس بهذه السرعة التي تؤكد وجود دافع او عامل خارجي مؤثر ايضا هذا احد الاسئلة الاساسية لكن الاقوى من هذا في الحجية هو تتبع مصطلح الربيع يعني عندما نكف يعني لا اريد ان نتحدث عن الاوضاع الكائراتية التي نحن لا تحتاجون الى 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 محاضر او الى كلمة في حد الواقع يتحدث ويفرض نفسه الى كل منزل شر هذه الاحتجاجات او نتائجها وصلت الى كل منزل الى كل مدينة الى كل الطفل الى كل شاهد الى كل ام بصورة واضحة لكن عندما نتحدث او نقف هذه الظاهرة على 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 في نكاشة علمية سنجد بانه هناك سراعات وهناك واقع وهناك اثر سلبي جدا وهناك عدوان على الدول وعلى الشعوب وعلى الحكام وعلى الجيوش بصورة كبيرة لم تتضرر على الاقتصاديات لم ينمو جانب واحد على الديمقراطيات يعني المحصلة ليست فقط بالجانب السكاني او الجانب الاقتصادي حتى على المستوى العناوين العريضة التي تشدق او اعلنها او تلك الاحتجاجات على موضوع النظمة الديمقراطية النظمة الديمقراطية كلها تدمرت في هذه الدول كافة المقومات الحضارية التعليم استهدفت كافة مقومات الحياة الحضارية للانسان العربي في هذا النقطة وليست فقط مجرد الديوش او الدول او الحكومات او الاستقرار السياسي او الاقتصادي لا غير اذا الاثر هذا الحدث بعد عشر عام اثر تدميري ليس اثر فوضوي فقط حتى نضعه في محل الشك او محل التساؤل هل كانت ثورة ولكنها تتعثر ممرور اكثر من عقد ام كانت عدوان حتى ندخل الى منطلق تتبع المعنى الربيع او هذا المصطلح طبعا هذا الاحتياجات اسمها الرئيس الامريكي الاسبك اوباما بالربيع العربي واطلقها في مطلع 2011 وهو الذي وضع هذا العنوان لمكيفة الاحديد التي تحدث في الشرق الاوسط واسمها الارب سبرينج او الربيع العربي وعند هذه النقطة سنكف ونكتفي هذا الاثر وتم تدويله وتأثيره بانه الربيع ونكف على مصطلح الربيع حتى نعرف عندما نتحدث هل هذه الحرب حرب اممية ام حرب دولية لانه هناك في الوعي السياسي عليك ان تفكر من مستوى عالية مستوى تاريخي يتحدث عن الصراع الاممي في البشرية وهناك ايضا صراع دولي بين الشعوب يعني هناك صراع امم بين الامم الكبرى سواء كذا الشرق الغرب الاسلام المسيحية اليهودية وهذه صراعات لتكتلات هائلة من الدول تجم او مجموعات من الشعوب تشكل امم معينة ولها جدور تاريخية في تحيير في تحريك ديمومة وسيرورة صراعات الانسانية ككل في اعلى مستويات تكويناتها وهناك ايضا صراعات دولية على مستوى المصالح وعلى مستوى الشعوب وليست على مستوى الامم وهي التي تبقى بينيا وبين هذا وتلك تتكون المؤامرات او السياسات الخفية او تتكاطع بين ما هو صراع اممي وهو صراع دولي وهذه النقطة اذكرها بهذا اللحظة حتى نفرق عندما نتحدث عن السياسات الخفية الاممية التي تستهدف القوميات والامم وبين السياسات الدولية التي تسعى فيها الدول والحكومات الى التنافس حول الاطناع بصورة فردية مستقلة عن مكونها الاممي وهذه النقطة هامة لمن يعيها بقوة هذا الطرح كلمة الربيع العربي او كلمة الربيع تحديدا هي لم تكن من فراغ ولم يأتي بها الرئيس الامريكي كوصف تشجيعي لهذه الاحتجاجات التي في العرب بل كان لنسبة الى احد المصطلحات التي استخدمت في السياسة الامريكية كسياسة عدوانية على العالم كسياسة عدوانية او كسياسة عسكرية او سياسة خارجية حربية للوضحة الامريكية استخدمت في الحرب الباردة وهي سلسلة حروب تستهدف الانظمة والدول من الداخل وبصورة غير عسكرية وبصورة سياسية استخدمت منذ الحرب الباردة الاولى في الخمسينات وكان لها اثرها وتعتبر احد السياسات الاساسية وكانت مشهودة باسم الربيع او هجمات الربيع او ثورات الربيع وهذا ما سنتحدث فيه بصورة اساسية ثم نتحدث عن ما هي التجارب الاولى الربيع العربي وفق القراءة التاريخية لهذا الموجة ليست الموجة الربيع العربي الذي حدث في العام 2011 ليس الموجة الاولى للسياسة امريكية عدوانية على مناطق اقليمية في العالم بل هي الموجة الرابعة وهذا هو القيل الرابع من حروب الربيع في العالم التي مارستها امريكا منذ منتصف الخمسينات وهذا ما سنوضحه عقب هذا الفاصل حتى نقف على حقيقة هذا الربيع العربي من حيث التسمية ومن حيث الاليات ومن حيث العناصر في هذا الحلقة وحلقات القادمة ان شاء الله وعاك نعقب هذا الفاصل اذا نقول كما قلنا بان الحرب ليست جميعها عسكرية يعني عندما نتحدث عن الربيع العربي هل هو ثورة ام عدوان خارجي هل هو ثورة شعبية من عدوان خارجي يجب ان نقف على معنى الثورة التي تعني حدث شعبي تلقائي عفو مستقل داخلي ينتج نتيجة متغيرات سلبية توصل الوضع السياسي والاقتصادي الى ما فوق حد الى ما تحت حد الكفاف ثم نتحدث عن رؤية وعن ويود طبقة فلسفية وسياسية ونخبة سياسية تحمل رؤى نقدية سليمة ورؤى حيلولة وهذه هي المكونات الاساسية لتوصيف كلمة الثورة وهي في توصيفها وفي معياريتها لا تمتلكها الحركات الاحتجاجة الربيع العربي على الاطلاق على العكس هناك عفاعل دولي اقوى هناك حركة مهوجهة من الخارج هناك عدم وجود رؤية عدم وجود خطاب نقدي مستقل عدم وجود اسقاط نظام معين بل هناك اعداء شخصي وعمليات استعصال في الانظمة بسلوب معين لكن عندما نتحدث عن الحروب هل كل الحروب كسياسات خارجية الحرب جزء من اي سياسة خارجية هل الحروب هذه حروب تنطلق من الجميعها في توصيف الحرب هل الحروب هذه دائما عسكرية هل هي دائما حربية هل الحروب دائما من الخارج أم ان هناك صنف آخر من الحروب الباردة الحروب الرمادية الحروب الخفية الحروب الفتنوية التي التي لا تكون حرب بالنيران ولا حرب بالصواريخ ولا حرب بالمادة بل تكون حرب من الداخل وحرب مختلفة ليست حرب عسكرية بل حرب سياسية حضارية ثقافية ومن الداخل وبدون استخدام اي من نيران السلاح بل نيران الفتن ونيران ما حدث إذن نحن أمام ثورة لها معاييرها لا نجدها في الربيع العربي وهناك أيضا معاني جديدة يعني نحن الآن نقف على معاني جديد للحرب الحرب هو التأثير السلبي في الغير في الآخر فالتأثير السلبي أو التأثير التدميري للآخر كمعنى شامل للحرب لا يوقف عند استخدام الصاروخ أو القوة التدميرية المادية أو التفجيرية التي ممكن أن نكون معهودة للحرب التقليدية الأولى أو الثانية نحن نقف الآن أمام الجيل الخامس من الحروب أو الجيل الرابع من الحروب الذي يسعى إلى فلسفة الدبح بدون سكين أو فلسفة الاستئصال أو الغزو من بعد أو الغزو من الداخل وهذه هي النقطة الأساسية التي مثلت ولادة سلسلة من السياسات الخارجية الأمريكية العدوانية في منتصف الخمسينات وخلال الحرب الباردة في الصراع الأمريكي مع الاتحاد السوفيتي وفي استهداف النظم في الدول الكتلة الاشتراكية في خلال الحرب الباردة وأول صور هذا الربيع أو التنفيذ الأول لإدارة الأمريكية لهذه السياسة العدوانية أو السياسة الحربية التي أخذت اسم الربيع كانت ربيع بودابست في العام 1956 وأسميت ثورة ربيع بودابست 1956 التي هي المجر أو هنجاريا حالياً وأسميت بهذا الاسم ثورة ربيع بودابست وهي أول حرب أمريكية باردة تستخدم من الداخل ومن خلال التثوير والإحتجاجات واستهداف الجيش والنظام وكانت في قلب الحرب الباردة بين موسكو وبين واشنطن ولكن وكانت تستخدم الآليات الأساسية للربيع العربي من حيث أن هناك قصة درامية وانتحر أحد الشباب ثم خراج العملاء الذين كانوا موجودون إلى الشوارع ثم الهتاف ضد الدولة وضد النظام ثم استعداء الجيش وفكرة التجيش وفكرة العملاء والجماعات الأكلية النشطة المولى من الولادة الأمريكية كل هذا تم في قلب بودابست في 1956 ولكن موجود الاتحاد السوفيتي وقراءته للعملية بعد تصاعد الأمور وبعد سيلان الدماء اضطرت موسكو في تلك المرحلة إلى التدخل بحزب ورسو وادخلت القوات والدبابات إلى كل بودابست كما نشاهد في هذا المقاطع الفيديو وأجهضت هذه التورة مبكرة بإنهير النظام في بلغاريا أو في المجير حينها وكان هذه أول تجربة عملية رصدت باسم الربيع أو باسم ثورات الربيع رسميا وكانت باسم ثورة بودابست 1956 والتي موجبها نستطيع أن نرصد أول ظاهرة للظواهر الربيع العربي لأنه حتى لأول ظاهرة من ظواهر سياسات الربيع الأمريكية التي نتحدث عليها كسياسة عدوانية ولا يمكن أن نتحدث عن الربيع العربي بدون أن نتحدث لماذا كان ربيع وماذا يعني الربيع لأنه كما ذكرت السياسات الأممية أو الجماعات الماسونية أو الغيادة الخفية لأي استفاعل أو حرب أو سياسات غير مباشرة دايماً تضع نفسها في بصماتها فتسمية أو وصم ما حدث بالربيع العربي بالربيع بالنسبة للنخب العالمية أو بالنسبة للتاريخية هي الاعتماد الأمريكي لهذا الأمليات الاعتماد الأمريكي لكن إجهاض أو إنهاء ثورة أو ربيع بودابست جعل الولايات الأمريكية تتعمل على تطوير آليات هذا الحرب ومما حدى بها إلى استهداف نظام السلطاكية في عام 1968 وتم توسيع أو تحسين آليات هذا السياسة سياسة الربيع في الحرب الباردة وتم تنفيذ ثورة ربيع أخرى حينها في 1968 يسمي ثورة ربيع براغ في تشكسلوفاكيا وكانت أيضاً قصة مأساوية وتم إضافة وتم تنصيب العديد من وسائل الإذاعة ويدخل في هذا الربيع التأثير الإعلامي بصورة مباشرة وكبيرة أكثر من ربيع بودابست وبدأ تقليب الشارع والخروج في بودابست وإلى الجيش واستهداف الجيش ورمي المحرقات وما لذلك كل هذا تم في العام 1962 ولكن أيضاً الانتحاد السوفيتي تدخل حينها على غير ما تدخل في بودابست في 1956 وأجهض بالسلاح وبالقوة هذه الاحتجاجات الممولة بتنظيم منظمات غير حكومية من الخارج وانتهت تجربة ثانية لسياسة الربيع الأمريكية بالفشل واستخرجت الولايات الأمريكية بأن القوى الإقليمية المحافظة للنظم المستهدفة دائماً تبقى نقطة الضعف الكبيرة في سياسة الربيع في سياسة الربيع كسياسة خارجية أو سلسلة سياسات خارجية عدوانية تقوم بها الولايات الأمريكية للاعتداء على الدول أو على انظمة من الداخل وباستخدام جلب العديد بالثورة والتغيير والتحشيل والتكريه الحكام والسهداف الجيوش إذن هذا النسخة الأولية تمثل في الواقع التجربة الأولى أو الألية الأساسية لتشكيل ظاهرة الربيع في التاريخ السياسي المعاصر لأن الوعي العربي يرى بأن الربيع العربي ولد في تونس سلسلة ثورات الربيع أو سلسلة الربيع لم يكن عربياً ولم يولد في تونس بل ولد في بودابست في عام 56 ونفذ بآلية وتطورة في عام 68 في براغ بهذا الاسم الثورات الربيع حتى توقفت الواقع الأمريكية بعد هذه الثورتين أو بعد هذه العمليتين أو بعد هذه الهجمتين عن ممارسة أو استمرار في هذه التجارب التي تنجح سياسياً في إرهاق الأنظمة وفي تدمير الأنظمة ولكنها إقليمياً تفشل بسبب وجود نظام راعي أو نظام كل حامي كنظام موسكو وهذه النقطة التي نضح عليها النقاط ثم أتت الموجة الثالثة والتي عقبت سقوط الاتحاد السوفيتي سقوط السبب الرئيسي في إفشال تجربة الربيع الأول في بودابست وتجربة الربيع الثاني في براغ والتي تمت هذه الموجة الثالثة عبر عمليتين عملية لاحقة انهيار الاتحاد السوفيتي وإعلان جرباتشوف في السياسة البرستاريكة وفق الارتباط مع دول القتلة الاشتراكية فقايت مجموعة ثورات حدثت في يسمية الثورات الملونة أو ثورات البرتقالية وثورات البنفسي وثورات التي كلها تستمد معانيها من كلمة الربيع وبالفعل تمت في التسعينات وفي مطلع الألفين عدد من الثورات المولة من الاتحاد الأمريكية والتي قامت على اسقاط الأنظمة الاشتراكية التي ترتبط بموسكو وتأسيس أنظمة جديدة موالية لوتين أمريكية قدمت اقتصادية هذه الشعوب كلها الشركات عملاقة متعددة الجنسية وعبر القرات تمتلكها الصهيونية بسلوب كبير جدا وانفصلت مجموعة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي بسبب هذا السياسة الربيع سياسة حربية صرفة من سياسة الحرب الباردة وأيضا تم تدمير أنظمة كبيرة جدا من هذه الدول كأوكرانيا كجورجيا في 2003 كبولغاريا كبولوراسيا حاليا روسيا البيضاء كانت هناك محاولات مستميتة فشلة في الاتحاد الأمريكية من خلالها سياسة الربيع في بولوراسيا وروسيا البيضاء حاليا وبالتالي الكضية من يقرأ التاريخ السياسي المعاصر لا يكف كثيرا ولا يعني لا يجد كثيرا من الصعوبة من يعود إلى ما قبل لكن إلى ما قبل الربيع ما هو أصل الربيع العربي سياسة أمريكية خارجية عدوانية حربية من صور الحرب الباردة التي تستهدف الأنظمة والجيوش والدول بسلوب معين وهي سياسة بدأت منتصف القرن الثاني وبالتالي هذه الثلاثة الموجات هي الثلاثة موجات سابقة الموجة الرابعة للربيع أو للسياسة الأمريكية مسمى بالدمير الأنظمة السياسية في الربيع التي لاحقت في عام 2011 هذه الحلقة وضحنا ما هي جذور الربيع ما هي ما استلح الربيع لماذا هو ربيع وما ارتباطاته وهل الربيع هذا ثورة أم سياسة خارجية وهل هو ثورة شعبية أم خطوة خارجية من الخارج ثم تحدثنا أيضا عن جذوره في التاريخ أو في التاريخ المعاصر للسياسة الأمريكية وهل هو أقرب إلى الثورة الشعبية كما يدعو الأقوان المسلمين والمستفيدين والعملاء للخارج أو كما يدعو الحقيقيين الذين يرون بأنه كان تدميري وبأنه أحد صور السياسة الخارجية الأمريكية أو أحد سياسات الحرب الأمريكية بمعنى أدارك الذي يتجلب العناوين كحرب والتدميرية من الداخل وبدون استخدام السلاح كأحد صور الحرب الرمادية أو حروب الجيل الرابعة انتهت حلقته لهذا اليوم وانتهى الوقت المخصص الحلقة القادمة سنناكش ما هي آليات وأبعاد في ضوء هذه الحلقة سنناكش ما هي آليات وأبعاد وإرهاصات الربيع العربي في ضوء هذه القراءة التي المهم جدا أن الاطلاع عليها والتي يخفيها العالم الإعلام العربي والتي يجعلها الكثير من المفكفون حول جذور الربيع كالسياسة حربية انتهت حلقته لهذا اليوم الرحمة والخلود للزعيم عبدالله الصالح تهيئة الجمهوري الإيمانية وإلى الحلقة القادمة بإذن الله اشتركوا في القناة